مرحبا وشكرا لمتابعتكم تيك ميشن فيديو اليوم لمحبي اللابتوبات الخفيفة والأنيقة وعالية الأداء رح نحكي عن أحدث إصدار من سلسلة هواوي ميت بوك وهو ميت بوك 14 لابتوب أنا شخصيا وقعت بغرامه تابعونا فإذا هواوي ميت بوك 14 لنفهم هالجهاز وين موقعه بالضبط بسلسلة هواوي من أجهز اللابتوب خلنا نتذكر أنه ما من زمان كتير هواوي نزلت ميت بوك 13 اللي قياسه 13 إنش ومن فترة كمان ما كتير بعيدة هواوي نزلت ميت بوك X Pro بنسخته الجديدة 2020 وعملنا لكم معينة عنه بتلاقوا الرابط طبعه بالشرح تحت واليوم في عنا ميت بوك 14 بإياس 14 إنش صارت التسمية واضحة ما هيك ميت بوك 14 14 إنش خلونا نبدأ من الشكل الخارجي عنا لون رمادي كتير حلو وتصميم كتير صافي للجزء الأعلى عنا بس لوجو هواوي بس من دون زهرة اللوتوس من الجهة السفلية عنا نظام التبريد مروحتين عم تسميهم هواوي زعنفة القرش Shark Fin عالتجربة كتير هادقتين إلا لما منوصل لاتوب بالكهرباء ومنشغل نمط الأداء العالي بهالحالة نسمع صوتهم شوي بس مو قوي أبدا في عنا أربع فتحات من الجهة السفلية من الأمام هدول مايكروفونات عم يعطوا صوت كتير ممتاز بالاتصالات عبر الإنترنت وكمان بأي استخدام تاني للمايكروفون عاليمين واليسار عنا سبيكرات سماعتين بصوت كتير حلو مع دعم دولبي أتموس مشكلتي الوحيدة معهم إنه مرات ممكن يتسكروا بسهولة إذا حطينا اللابتوب على الحضن أو على صوفة مثلا نجي على المنافذ عاليسار في عنا USB Type-C نستخدمه للشحن وكمان للتوصيل بس هو مانه Thunderbolt 3 بالمقابل في عنا HDMI بالإياس الكامل وأنا شخصيا بفضل هاد أكتر من Thunderbolt عاليمين في عنا منفذين USB Type-A واحد منهم سريع وواحد تقليدي منفتح الكمبيوتر وأول شي من لاحظه إنه ما في عنا حواف للشاشة كتير عم تعطي اللابتوب أناقة نسبة الشاشة لجسم الكمبيوتر 90% وهي نسبة كتير عالية بس هالشي كمان بيعني إنه الكاميرا ما أنا موجودة هون وينها؟ نخبايب الكيبورد مثل ما صننا متعودين من هواوي حبيتها هيك؟ حبيتها مع أنه بتعطي منظر شوي غريب لما بنكون عم نتصل عبر الإنترنت كوننا تحت مستوى الوجه عم حس حالي عم أعمل اجتماعات بأنفي أغلب الوقت بس الشي الكتير إيجابي إنه واحد الدقة كتير حلوة 720 بيكسل حقيقيين جدا اتنين ما في عنا فليكر أو ترميش أبدا على عكس كتير كاميرات أخرى وثلاثة وهي نقطة مؤليلة أبدا ما بتغير المشهد لما منحرك الشاشة مثل باقي اللابتوبات هي أهم إيجابية بوجود الكاميرا بالكيبورد منجي على الشاشة ذات نفسها الدقة 2K وجميلة جدا والتباين كتير حلو الصطوع 300 نت جميل وبيكفي وبيوفي شاشة لمس كامل وأنيقة وجميلة وما عندي أي تحفظات عليها من حيث اللون أو الصطوع أو الدقة ما بتدعم الألم طبعا وتناسب 3 إلى 2 وعننا تقنية راحة العين باختبارات معايرة الشاشة أخدنا نتيجة كتير ممتازة 100% تطابق مع كل الفضاءات اللونية الأربعة بما في ذلك sRGB نتيجة ممتازة جدا بالنسبة للدقة اللونية منيجي على الكيبورد أول ملاحظة أنه زر التشغيل هو نفسه قارئ بصمة الإصبع وهالشي كتير حلو عملي بس ما في عنا تعرف على الوجه بويندوز هلو هاي مو مشكلة أبدا لأنه الحقيقة قارئ بصمة الإصبع كتير سريع وسهل الاستخدام وما مضطرين حتى نكبس الزر لحتناموا اللوجين لمسة واحدة بتكفي الكيبوردات نفسها حلوة كتير عندها إضاءة خلفية وسهلة بالاستخدام التراكباد كتير حلوة وسريعة قبل ما ننتقل للمواصفات بدي أحكي عن الشاحن أكبر بشوية صغيرة بس من شاحن الموبايل وبشحة من الUSB Type-C خيار كتير حلو مع شاحن سريع جدا بالمواصفات اللابتوب عم يجي مع معالجات انتل الجيل 11 عنا خيارات طبعا i5 و i7 بنسخة i7 اللي معنا إياها الرام 16 جيجا بايت الهارد 512 جيجا بايت SSD كرت الشاشة انتل ايرس XE نظام التشغيل ويندوز 10 مع هواوي PC Manager بالأداء اللابتوب عم يعطي أداء ممتاز الحية حتى بالمهام اللي بتطلب رسوميات قوية مثل تحرير صور الكاميرا Sony A7R4 اللي دقتها 61 ميجا بيكسل وحجم كل صورة منها أكتر من 100 ميجا بايت بتحرير الفيديو جربت حرير فيديوهات كاميرا GoPro Hero 10 الجديدة على برنامج DaVinci Resolve بالنسخة المجانية والنتيجة كانت كتير حلوة إذا كنت محتاج أداء أعلى فيك ببساطة تضغط Function مع P لحتى تشغل نمط Performance يعني نمط الأداء العالي اللي بيشغل المعالج بأعلى أداء ممكن سرعة هارد الـ SSD كتير ممتازة باختبار Crystal Mark أخذنا حوالي 2400 MBS بسرعة القراءة وحوالي 1400 بسرعة الكتابة نتيجة جيدة جدا عمر البطارية ممتاز الحقيقة طول فترة الاختبارات ما شحنته ولسه لهلا في عندي عمر جيد بالبطارية بقدر أقول أنه أعنيت معي أكتر من 10 ساعات استخدام بمنتهى الراحة أداء كرت الشبكة ممتاز مع دعم واي فاي 6 بالاختبار مع Speed Test أخذت سرعة تنزيل Download 177 Mbps وسرعة تحميل Upload 35 Mbps على شبكة المكتب اللي هي بالأساس 18040 أداء ممتاز جدا لكرت الشبكة بخلاصة قسم الأداء أنا وقعد بغرام هالجهاز الحية سرعة وثبات بالأداء هنالأفضل اللي جربتم على أي لابتوب بتصميم نحيف على الإطلاق بالمزايا في عنا كتير مزايا مميزة هون وأهم تقنية Super Device من هواوي هاي التقنية بتربط اللابتوب مع تاب هواوي مثل MatePad Pro على سبيل المثال ومع هواتف هواوي مثل Nova 8 وصل اللابتوب كتير سهل من الPC Manager بخطوات كتير بسيطة مع التاب فينا نعمل مشاركة شاشة وفي عنا ثلاث أنماط نمط Mirror اللي بيخلي الكمبيوتر يشتغل على شاشة التاب وفينا نستخدم شاشة التاب والألم لنعمل أي شيء محتاجينه على الكمبيوتر الخيار الثاني هو Extend بيصير التاب عبارة عن شاشة إضافية لللابتوب ممكن نستخدم اللابتوب بالشاشتين ونتحكم فيه من أي جهاز منهم الخيار الثالث هو Collaboration يعني بإمكاننا ناخد الملفات بين التاب والكمبيوتر Drag & Drop وفينا نعمل كتير أشياء أخرى مع الموبايل الاتصال لسه أسهل وأسهل بيكفي نلمس Trackpad بالموبايل عند حساس NFC الاتصال بيتم تلقائيا في عنا نمط Collaboration Mode بيسمح لنا ببساطة ننقل ملفات والصور بين الموبايل والكمبيوتر بالDrag & Drop كمان فينا نعمل اتصالات تليفون أو فيديو من الموبايل عن طريق اللابتوب ميزة رائعة الحقيقة ميزة أخرى مهمة جدا باللابتوب هي PC Manager تطبيق عم يجي افتراضيا مع اللابتوب بيعطينا مزايا كتير حلوة مثل أنه نوصل اللابتوب على انترنت الموبايل من أي موبايل هواوي بخطوات بسيطة جدا عنا كمان خيار إدارة ملفات الميديا اللي على موبايل هواوي مباشرة من اللابتوب وحتى مشاركة لكليب بورد يعني أي شي بعمله نسخ من الموبايل بقدر ببساطة أعمله لصق على اللابتوب من دون من يكون واصلينه سلكيا بيكفي يكونوا على نفس الواي فاي ميزة رائعة الحقيقة بس لهوااتف هواوي حصرا بالخلاصة رح أقوله كمان مرة لابتوب أنا وقعت بغرامه الحية أداء رائع تصميم مميز جدا وموقع وسط بين Matebook 13 و Matebook X Pro مخصص للأعمال وللاستخدام الشخصي وإذا أنا رح أختار بين الثلاثة رح أختار الأربعطاش من دون شك شكرا للمتابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد بالنسبة للكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة والتابعوني على إنستجرام وأنا بشوفكم بالفيديو القادم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة